اشتركوا في القناة 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 كل شيء بتحسو بالقلب عاطفية أو عن حب أو عن تنابي حبوا بعضهم أوقات حدا بيغني عن شغل عن طريقة عيش عن مشكلة حياتية يعني هالأمور اللي كلها عم ننقلها صرنا على الأغاني فس إنه عم تلاقي يعني عم يكون عندها جمهور يعني إنه إيه هاي دي الأصل يعني مش بس قصد الأصص العاطفية قصد الأصص التاني كلها هالتوجه موجود صار أكيد أكيد ما كان موجود قبل هلأ صار موجود ما كان دي هالقد قريب لهالأمور الحقيقية مزبوط هلأ هيدا الشي أنا بقوله منيح إنه هو المغنى أو إنه الفن هو بيوصل إحساس بيوصل فكرة بيوصل موضوع معين فهل هالموضيع هي أكتر شي هلأ عم يعني بتأثر أو إنه العالم عم بتفكر فيها يعني إن كان إذا شيء شغلهم شغلهم بالهم أو إنه شيء شغلهم بالحياة بالحياة اليومية وخصوصي هلأ بتعرف الظروف بس هشوفنا كليبات مسورة عم حطات البنزين وقت عزة أزمة البنزين والتوابير هلأ هولي كانوا بيأخدوا سكوبات يعني بس بدي ينجحوا على حساب البنزين كنه بديرك بالموجة هي أزمة يعني ملازمة لأدي ينبسط فيها ما معرف بيعملوها هم هيك طابلو بتذكروا طابلو وزمرو مزبوط مزبوط كانوا حطين أورج و سبيكر وتطابلو عم بيعملوها عندك كفر سونجز كمان كنت قبل ما تيصير عندك كم غنية خاصة عندك هايدا أولا وإن شاء الله لأدام بعد الكفر سونجز عندك أكتر من واحدة اي عندي شي ثلاثة كفر سونجز يعني هولي كمان هولي أنا كنت عم بشتغل فيهم لوحدة الغنية ساعدتني فيها مديرة أعمالي اللي هي إيفا كوستانتين وأنا بوجهها لتحية وهولي أنا كنت بعد بعدني مبلش عم بشتغل على حالي لوحدة عملت ثلاثة كوفرز أول واحدة كانت اثنان غنيتان مع بعض واحدة لتامر حسني والتانية لإياطة النوس كمان هني مثل فواتت غنيتان ببعضهم ناس مين مع بعضهم أيوة نية بالمية مزجون كان حلو مية بالمية وكان عندي كمان غنية لجوزاف عطيه عمتلا كوفر وآخر كوفر كمان عملته سوري كوفر عملته كان لوق الكفوري وزياد برجي مع بعضهم وزياد برجي بيختلف الحديث وكلنا من نجاح مية بالمية ليش؟ لي يعني يعني عايي أساس بتختار أنه هو بدي أعملهم كوفر أول شيء بتكون بتحبهم طبعا أكيد بالإجمال الثاني شيء أنا دارس موسيقى أنا عمل خمس سنين بالمعهد الوطني عالي للموسيقى بقدر ركب الأغاني بطريقة أنه اللحن يكون ممزوج مع بعضه بطريقة حلوية يعني بعرف أنه هاي بتقرب هاي دي هوني بقدر كون عم ركبون وكمان بمطرح معين الموضوع كمان بيقرب بعضه مرات تلحق اللحن أكتر مرات هلا هو حسب يعني بس أنه السائب حسب المود سائبه هولة لتنيناتهم مع بعضهم فالدراسة كانت أنه هولة حينجحوا مع بعضهم هول غنيتان وحمد الله كمان لقيت شو اسمه إعجاب ومشاهدات كثيرة بدي أرجع للسوشل نيديا اللي دايماً عم تكون هي إذا بدك الأساس أو المحل بتلمص فيه التجاوب العام شو بيكتبوا لك الكومنت التعليقات يعني شو بيقولوا لك شو بيسألوك شو بيطلبوا منك بيقولوا لك هون حلو هون مش حلو بيمبسطوا فيك شو أكتر شي بيكتبوا لك هلا أنا بالإجمال الكومنتات عم بتكون عطول بوزيتف بعد ما إجينا كومنت نيجاتف قليل يعني هلا ما حدا ما بيجي وما حدا ما معرض طبعاً مش إنه أنا الله خلقني وكسر لقالب يعني بس إنه خليك بلش متواضع لا بس إنه ما سأبت بعد ولا مرة ولو إجياني أنا بالعكس يعني يمكن من جوة تنقهر ما حدا ما بينقهر كإنسان بس هيدا شي ما بيخليني إنه هيك إنه يصيري عندي أحباط أو شي بالعكس بسمعها بدك تتعلم بدك تتعلم تتقبل النقد خصوصاً إنه بعدك بأول طريق والأخطاء واردة مية بالمية يعني أنا بسمع من الكل يعني شو بقوله بتعلم من الصغير ومن الكبير لو كان الصغير أنا أفهم منه بيميت مرة إلا ما تاخد شي صغير أنت بعد ما بتعرف مية بالمية عم تقلي مديرت أعمالك وأنا عرفت إنه مديرت أعمالك خارج لبنان مش بلبنان وعندك شغل برات لبنان خصوصاً بالسويد وبدي أحكي كمان عن الحفلة الرائعة اللي شاركت فيها مع شامس الغنية اللبنانية نجوة كرم مضبوط كديش عطتك دفع وإندفاع وبوش هالحفلة وكيف كانت هيك أجواء مع نجوة كتير صراحة يعني أنا هون كان إلي 65 هون بالسوق اللبناني يعني بتعرف أنت إذا ما عندك اسم بتصير تنخبط من هيدا لهيدا المطعم لهيدا النايت وتروح وتجي كنت كتير يعني هيك عم بلش أطعب وجتني الفرصة أن يكون بهيدا الحفلة مع متعهد الحفلات أستاذ جوزاف قربات كمان هو اللي استدعيني لحتى أروح كمان وبوش جوهله تحية وجزيل الشكر يعني على هالفرصة الحلوة اللي هيك وصلت الله صراحة يعني شو بقوله فجأة رجعت صاريت و كمان لخبرك شغلة زيادة رفضوا لي أول مرة الفيزا يعني كنت ناطر أنا لحتى رفضوا لي الفيزا جبت حفلي مع نجوك رفضوا لي الفيزا لا كتير هالآه لآخر تكر رفضوا لي الفيزا بعد عشر ايام سفرت يعني هيك صاريت بس حمد الله كانت حفلة كتير كتير ناجحة وأنا ما توقعت من حالة عندي كان سأب حالة بس ما توقعت هالردة الفعل والأصداء الحلوة مين اختارك لتكون مع نجوة كرم ونجوة كرم نحنا منعرف انه بتدقي كتير بحفلاتها وهي شخصيا بتشرف على كل شاردي وويردي انا شخصيا بعرف انه نجوة كرم هي تاخد القرار الاول والاخير بكل ما يتعلق بشغلها مظبوط مظبوط انا كنت بهايدي الحفلة كنت انا عم غني كنا نحنا فنانين او ثلاثة كنا عم غني نحنا كنا ضمن هايدي الحفلة غنينا رجعت طلعت هي اللي كان هو متعهد الحفلات استاذ جوزاف جاربات هو اللي خلاني اطلع يعني على هايدي الحفلة واكيدة مش هاك خلاني اطلع هو انا اكيدة صار فيه بعطله فيديويات وشاف شغلة وشاف انه انه قادر كون قدى وقدود بهاك حفلة وحمد الله يعني شو بيقوله بيضة ويش لبنان هوني كان تلعت بنجوه ولا لا صراحة ما قدرت شو بيقوله اتلقى فيها لانه كتير صارت على السريع يعني وصلنا اطلعت هي يمكن طلعت دغري على الاوتال ورجعت بس خلشت الحفلة ايجت دغري كمان رجعت طولت ايجت عملت حفلتها وفلت لمين بتغني شو الريبرتوار اللي بتغنيه بالحفلات الى 65 عم بتغني او اكتر شوية اكيد ممكن شي سبعة وما كان عندك اغاني خاصة انا شو بتعتمد على الريبرتوار طبعك اه يعني انا بغني صراحة لكل الفنانين يعني انا صوتي اه بيلبق لكل شي يعني مليابل بيقول صوتي هلأ في كم شغلة اكيد بكون اقوى من التاني وكم شغلة ضعيف فيون بس انو ما بيمنع انه هلأ بالجو الصهر مضطر تغني للكل مية بالمية وما في حدا كتعم غنيله يعني اكتر من التاني وكل شي دارج هلأ انا كان اول ما بلشت كان ضد عقلي غني هول القصص الدارجة الدارجة اه كانت تلميز كونسرفاتوار وبيدي غني ملحم ورافة وانا ودعاصي وملحم ووديع وهول مية بالمية بس بس بلشت صرت افهم من حفلة للتانية للتالتة انو هيدا الشي ما بيتماشى مع الجو يعني ساعتها بظلني عم غني بالبيت انا وامي وبيه وما بقدر اتطور وعفكرة مش يعني كل ما طورت حالك لو انو الاغاني الجديدة ما انو هالقيمة الموسيقية الكبيرة ذات اللي كانت قبل بس انو كل شي بتقدر تتعلم منو قصص لو صغيرة بتتعلمها بتطور حالك يعني عم بتقول اعتراف خطير انو هالاغاني ما انو بنفس قيمة اغاني اللي كانت تتقدم قبل اكيد اكيد وين ضعف الاغاني الجديدة ليه مش بنفس المستوى التوجه تغير نوعية السميعة تغيرت الناس بدها فيستفود يلا كل شي تغير كان فيه تقل بالموسيقى كانوا يقعدوا سنة وسنتان يمكن ليه ألفوا مقطوعة موسيقية هلأ صارت الغنية البسيطة هي اللي بتعلق بالدينة يعني اذا عم تاخد تقل موسيقى بها و تقل موسيقى بها ها اتقل موسيقيا بس هاكاد شي اكتر بتلقاط اكتر مش معناتها انو هلأ ما انو حلوين انا ما قلت مش حلوين بس قلت انو اكيد قبل اتقر ما احنا مندرس الاغاني اللي قبل ما كنا درسنا اكيد استاذ وديع الصافة السيد فيروز مؤخرا اتدخلوا السيدة فيروز اكيد 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 الله يرحموا زكي نصيف اكتر قصص بتدرسوهن مزبوط كلهم الدي مهم للفنان يكون عنده دراسة موسيقية او فنية بتازف على شيء قال على الورج الدي مهم للفنان يكون عنده هالدراسة صراحة هي الباز طبعا لازم على القليلة يكون مكون هيدا الباز لحتى يعرف حاله هو يعني هو وين هو شو بعدين بيرجع بينطلق اكيدة كل ما طورت حالك كل ما افضل بس انو بالوقت الحالة يعني يمكن اذا يعني اذا كنت مكون الباز وبتعرف شوي بتقلع صراحة هلا بعدك انو سبع سنين فنيا مبدئيا عمره صغير ايه اكيد وقلت اللي اتنقبلت ناطحت وتواجه وتخنقت بالبابات بالنايت كلوبس مزبوط الغنى الليلة داي بتدر او او يعني مفيد او مدر الغنى الليلة بهالماكن اللي حضرتك عداية تنتبه مش هاملوه انو عايب ولا هاملوه انو لا بالعكس هيدا شغل وهيدا غنى بس كفنان الاغاني بالملاهي الليلية بصورة اه شبه ليلية بتضروا بتنفعوا بتفيدوا حلوة مش حلوة لقلو هي في اصص بوزيتيف في اصص نيجاتيف اكيد كل شيء بالحياة اصلا فيو هيك وفيو هيك الاصص البوزيتيف الى انا شخصيا بلاقيها اكبر من الاصص النيجاتيف الاصص بلشلك بالاصص البوزيتيف برجع بحكيك شوي بالاصص النيجاتيف انو انا بلاقي الاصص الحوزيتيف اصص انت ايجابي بالحاجة اكيد اكيد الاصص البوزيتيف اللي فيها هي انو اول شيء الخبرة اللي بتكتسبها على المسرح كتير كبيرة يعني ما رح اقولك بتوازي خبرة الدرس والكونسرفاتور لا لانو هاي ديك بتكون لك بازها بتكون لك اكسبيرينس وخبرة وسرعة البديهة على المسرح لانو يا ما فيه فنانين بكونوا بينجحوا بستوديو ما بينجحوا على المسرح مية بالمية اوكي فهيدي هادي شغلة ايجابية تاني شيء بتطور حالك مع المجتمع يعني مع هني شو بدهم بتصير تعرف انت انكاسك مثلا بدك تعمل السنجل طبعك عارف وين تتوجهوا شو بدك توجهوا شو بد الناس لتكسب شعبية اكثر مية بالمية اوكي هادي بشغلة تانية تالت شغلة ما فيه حدا من الفنانين اكبرهم لا اصغرهم يعني مش مبلش بالبابات وبالمطاعم وهيك لحتى وصل كلهم اخدوا وقت ما حدا ضغري خلي اعمل غنية وخلص مشي حاله اه شو الخطة اللي رسمها لبعدين يعني شو خطتك الخطة الهدف عشو الخطوات اللي وقت تمشي فيها شو عم تحط ستاب باي ستاب لتطلع لتتقدم لتتطور اكيدة انا عطول بدني اشتغل ع حالي يعني هو بس تكون عم بتطور حالك بباشروا ستابات يبينولك قدامك ويصيروا اسهل لالك اه اول شي يعني هلأ خليني ضمن غنيته خلينها مبسوطين خلينها مبسوطين فيها هلأ هالصايفية بعدني عم كفي فيها اه انتشار لالها بعدني عم يعني ما حوقفها هون اللي شهر وبعد حكفي له اه اكيدة تاني ستاب هي حتكون سانك تاني اه عم بدرسها ما في شي هيك واضح ما اخترت لا بس انه اكيد ستاب تاني هي غنية هي حتكون غنية وان شاء الله بنجاح كمان مثل هاي ده وبعد اكتر ان شاء الله رح تطلع كمان تتعذب اه 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 مش بعيدة مش بعيدة مش بعيدة من تعضى وجدها من تعضى وجدها من تعضى وجدها اه الاعراس الحفلات احنا كمان موسم صيف مزبوط اه كمان الاعراس صارت من ضمن الشغل يعني صار في اغلب الاعراس في حدا عم يجي يغني فيها يعني صارت كأنه حفلة عادية مزبوط صراحة حفلتي بسويد خليت تكون عندى تقريبا لها الصيفية شي 13-14 عرص الحمد الله الحمد الله اه هوله اه ايه هوالش بقولوه حجوزات ضمن شهران يعني بيعملون لغنيتين يعني شك تقولك شك تقولك ايه ايه فاoral اه يعني حمد الله صيفية اذا هيك مبلش هول حجوزات غير القصص اللي بيجوك فجأة وهيك عم بتركز على برا يعني حاليا ايه ايه في عندي كمان باخر سبتمبر طلع على ابو ضبي من الاراض حكون عم غني هونيكة كمان بلبنان حاليا بلبنان يعني صراحة مرة هون مرة هون كل مرة عم بتنقل ما في مطرح ثابت ثابت لا حتى كنت لقات محل انا كن كمان عم بيرتاح فيه وابلش فيه يعني بدقلك جاد مقبل بتمنلك كل توفيق ويبدو عليك انه عندك اندفاع وكتير حابب يعني هالمشوار اللي عم تمشي فيه ومندفع خصوصا عم بتقلي عندك شغل تاني ويعني فلس ايجي رايحة الشغل اه اوكي سوري سوري اجي بلك سوري اخذ دائم نكون اليوم شو بتشتغل انا انا اسفك ما تقول اه لا لا ما بيأسر انا برانش مانجر بجالوري الفامو على المكلس جالوري فر هنا تابعين لبعضون يلا قود لك نتمنلك كل التوفيق يا رب وشهد صير فنين كبير ونقول بس بلش جاد مقبل انا استضفته معي ولا سبب ناجم انا لانشرف انه كمان كن عندك هلا يا هلا عبيرك نختم بشي ولا متل ما انت بفهم انت شو عبيلك سو اختم نختم عزوءك اعطيني انت يا كحدة فيروز فيروز او اذا μια عبيلك انت اللي انت عبيلك لا يلا من غني غني من غني غني فرصة سعيدة انو تعرفنا عليك فرصة سعيدة انو تعرف كمان عليك يا هلا هلا جاد بقبل وهيك ونكون وصلنا لاختين انترفيو عبر صوت لفنان حتى نلتق من جديد ده لب خير اشتركوا في القناة